دعا الرئيس التركي رجب طي بردوغان كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تغليب الحوار والعودة إلى مباحثات السلام لإنهاء الحرب جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي في ختام قمة جمعته بنظيره الأوكراني بلودمير زيلنسكي بإسطنبول في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أكد الرئيس التركي على حقية أوكرانيا بالسعي للانضمام لحلف شمال الأطلسية الناتو من جهته قال الرئيس الأوكراني إن بلاده ستستعيد السيطر على شبه جزيرة القرم مضيفا أنها منفتحة على التعاون مع تركيا في مجالات التصنيع العسكري وإنتاج الطائرات المسيرة وغيرها عقل اللقاء في إطار جولة للرئيس الأوكراني بدأها ببلغاريا وجمهورية تشيك من أجل حثهما على اتخاذ خطوات فعلية بشأن منح كييف عضوية الحلف خلال قمة تعقد الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر